لكن تعاليني بقى في النقطة الأهم والموضوع بقى غريب أول صراحة يعني موضوع التحكين ومبارح الأهلي ليه هدف ما تحسبش قالك الفار قالك أوف سايد تمام أدي هدف هو الأهلي لعب كم ماتش لحد يلقيت في الدوري خمسة مش كده تلت أخطاء مؤثرة في خمس مباريات للنادي الأهلي مع بداية بطولة الدوري هذا الموسم أمر غريب وعجيب جدا ولازم نوقف عنده وما إحنا هو مش عشان الأهلي بيكسب أنه خلاص نعدي الأمور كده لا إحنا هنعرض لحضراتكم التلت أخطاء المؤثرين مش مجرد أخطاء عادية في المباريات مش مجرد خطأ وعدى ونخلص والأهلي كسب ومش مشكلة ما تدخلش بقى لا أخطاء مؤثر لو الأهلي ما كانش جاب أهداف أو الأهلي ما كسبش أو كلام من ده وفعلا حصل في موضوع ديجل الأهلي ما كسبش بسبب خطأ مؤثر لكن هيفضل كده لحد إمتى لحد إمتى النادي الأهلي هيفضل يعلم التحكيم رغم وجود الفار ياريت يا بيبو تعرض لنا اللقطات أول لقطة كانت في مباراة إيه مصر مقصة طيب خلينا نبتدي من بار أدي الهدف وهدف صحيح 100% برضو كل خبراء التحكيم في مختلف الاستوديوهات قالوا هدف صحيح 100% ما فيش مشكلة فيه وما فيش أفصيد أصل طب يا جماعة طب إيه السبب إن هي تتحسب أفصيد قال لك أصل جهاز الفار هو اللي حسب المشكلة مش عند حكم الفار مش عند الحكم اللي موجود في غرفة الفار المشكلة عند الجهاز نفسه طب ما إحنا جايبين الجهاز ده عشان يدينا أخطاء في التحكيم لو جهاز بايز يجب نعصلحوه شوفوا حل فيه يعني نصلحه ما فيش مشكلة مش كل ما وراه حنقول أصل الجهاز ومش الجهاز وكلام مندي الجهاز واضح إنه بيخرف بقى لازم يكون في حل في القصة دي لأن الهدف صحيح مليون في المية هدف كهرام التاني اللي تلغى أدي واحدة التانية ماتش ودي دجلة ضربة الجهاز بتاعت أحمد رمضان بك برضو كان خطأ مؤثر جدا لو كانت تتحسبت كانت تبقى هدف من النادي الأهل ضربة جهاز وارد إنها تخرج أو وارد إنها تدخل لك النسبة الأكبر هدف فأدي ثلاث نقاط أو نقطتين كمان ضعوا من نادي الأهل تعالى كمان في مورات المقصة الهدف تاعة محمد شريف اللي تلغى أهو قدام حضراتكم هدف صحيح مليون في المية بشهادة كل خبراء التحكيم وبالمناسبة حكم الفار في مورات المقصة وإنبارح هو نفس الحكم وده سؤال برضو وإحنا بنتراحه على أنا مش عارف فيه لجنة حكام دلوقتي ولا لأ بعد اللجنة السلسية ما جات وفيه ناس كتير مشت وتصفيت حسابات حصلت كده أنا مش عارف فيه لجنة حكام ولا لأ ولا مين اللي بيدير الموضوع ده لكن في كل الأحوال في كل الأحوال ليه الحكم يتكرر فيه عدد قليل من مباريات بالنسبة لنادي الأهلي ويحصل من خلاله أخطاء سأق بقى الفار الجهاز نفسه هو اللي بايز أو الحكم هو اللي بيغلط دي مش مشكلة يا أنا دي مشكلة الحكام هدف صحيح مليون في المية هو كمان طيب ثلاث أخطاء في أول خمس مباريات للأهلي في الدوري وأخطاء مؤسرة ده أمر يدعو للشك يعني خليك كده تقول إيه فاكريننا حضركم لما باجأ كلمة حضركم بقول كلام مش بقولوا خلاص الأسبوع اللي فات واللي قابليه أنا بقول لأ حضركم واضح إن فيه توجه بالنسبة لبطورة الدوري هذا الموسم وأنا بعيدها تاني يا جماعة لو فيه مشكلة أو إنتوا حابين إن فريق تاني ياخد الدوري غير الأهلي يقولوا لنا ناخد المباراة دي كاستعداد بالنسبة لنا كأس العالم بطولة الدوري أبطال أفريقيا للسوبر المصري للسوبر الأفريقي الكلام من دي الأهلي عنده بطولات دوري بعدد كبير جدا 42 بطولة ممكن يقدر يوزحهم على كل إن دي إن فيه مشكلة خالص ولما حنقص البطولة الدوري إن جمهور الأهلي بيبقى حابب دايما البطولة دي وده أمر طبيعي لأنها البطولة الأهم البطولة المحلية الأهم لكن مش هتأثر مش هتنقصنا حاجة لكن في كل الأحوال الأهلي حيقدر يواجه التحكيم وحيقدر ينتصر في مباراةه وبإذن الله حياخد البطولة رقم 340 موضوع التحكيم ده لازم نشوف فيه حل وكان لازم يبقى فيه وقفة وحنفضل متابعين خلال الفترة اللي جاي لكن خليكم فاكرين 5 متشاط بتاعة أخطاء مؤثرة لحد دلوقتي بالنسبة للنادي الأهلي هنروح لفاصل بعد الفاصل هنرجع نتكلم عن بعض الأخبار السعيدة بالمناسبة لبعض المصابين أصحاب الإصابات الطويلة هقول لكم بعض التجديدات أو بعض الأخبار الجديدة الخاصة بهم وبعض التفاصيل الخاصة بالنادي الأهلي استعدادا للمبراء المجل استنونا بعد الفاصل